السلام عليكم أصدقائي ومرحبا بكم مجددا على قناة معلم اللغة الفرنسية دائما مع سلسلة جملة كل يوم هذا الصباح أيضا سوف نرى جملة بسيطة ورائعة وأكيد ستحتاجونها في كلامكم اليومي وجملتنا لهذا الصباح هي أنا أدعوك للغداء معي في منزلي فزوجتي طباخة ماهرة أكيد جملة بسيطة ورائعة وكالعادة توصلت بأجوبة كثيرة وعديدة ومشاركاتكم كانت جد طيبة ومتنوعة وشارك معنا كل من لارا وائل مروان نخل فاطمة الشادلي فاطمة مبيد أمينة دي زد هنا محيددين جابر هدى إدريسي الزهراء الوسيلة جومة نوها حاس الحمد لله فاطمة فاطمة خديجة ليلى فاطمة وسيلة ألجي إلهام دلويش عيشة إبراهيم وليد فارس برهان الدلبي مديحة حورية سليمي آية آية محمد الرقب أسماء بن حبيبة حمادة ورحيل سعيد نعم كل الأسماء التي ذكرت شاركت معنا ومشاركاتكم كانت جد طيبة كالعادة اللهم بعد الملاحدات البسيطة التي سوف نتكلم عنها إن شاء الله وسوف نصحهها ولكن كالعادة أنتم تعرفون قانون المسابقة دائما هناك فائز واحد والفائز هذه المرة يعني هو مروان نخل نعم مش مروان نخل هو أول شخص أعطاني جواب صحيحا سبقته لارا لكن لارا كان لديها خطأ بسيط في جملتها كان لديها هناك تكرار وهذا التكرار يعطينا اسلوب ركيك لهذا الفائز هو مروان نخل مبروك يا مروان على فوزك اليوم وكالعادة سوف نضع لك علامة على القائمة لهذا الفوز نعم كما تلاحضون على الشاشة أمامكم جملة مروان التي فاز بها وهي جملة مروان جملة تقالت صحيحة وكاملة 100% الآن ننتقل إلى الجملة التي نتكلم عنها ونرى جميع الصيغ الممكنة ونصححها أيضا قلنا أنا أدعوك للغداء عندما نتكلم عن دعوة مثل هذه c'est une invitation يعني سوفنا استعمل le verbe الذي استعملتموه جميعا وهو الصحيح ج تنفت انفت le verbe انفت دعا يدعو انفت ج تنفت أدجني أو ج تنفت دجني كي لا سيغطين صحيحة سواء نقول ج تنفت دجني أفك ما ج تنفت أدجني أفك ما هي أيضا صحيحة وهناك من السعمل أسلوب الجامع وكاتب ج تنفت ج تنفت دجني أفك ما أنا أدعوك للغداء معي أنا أدعوك للغداء معي هنا فقط هناك منكم من وقع في مشكلة التكرار وكتب عندما تقول عندما تقول أفك ما هناك أيضا من كتب كل هذه عبارات فيها تكرار فقط تذكر عندما تقول شمو شمو يعني في منزلي معناها في منزلي إذا قال لك أحد فين ج تتنشي مو وسكت فهذا يعني أنه يقول لك تعال فأنا أنتظرك في منزلي فين ج تتنشي مو أنا أنتظرك شمو معناها في منزلي لهذا لا يجوز أن نقول ج تتنشي مو ألا ميزان ج تتنشي مو أفك ما مقبولا أنا أدعوك للغداء معي معي في منزلي ألا ميزان أو أما ميزان ج تتنشي مو أما ميزان ربما هناك من سوف يقول نحنو لدينا في الجملة في منزلي أما ميزان ج تنفت ديجونا أفك ما ألا ميزان ما فام إتنشي مو أكسلنت كذيني هر ما فام إتنشي مو أكسلنت أكسلنت كذيني هر زوجتي طباختون مهير نعم نعي لجملة بأكماليا ج تنفت ديجونا أفك ما ألا ميزان طباقة ماهرة بالنسبة هنا لعبارة طباقة ماهرة لدينا عبارات كثيرة كل هذه العبارات صحيحة فقط انتبهوا للربط عندما نقول ما فام يعني سوف يجب أن نقول وليس يجب أن نقول ولا نقول فقط الانتباه للربط وبالنسبة للسيدات كانت بمثابة طرفة يعني مثلا تخيلوا معي فاطمة الشدلي تقول لنا جو تنفيت أدجوني شموع ألا مزان ما فامت وفي الأحرى يا فاطمة كانت يجب أن تكتبي مان مغي إتا نكسلون كوزينيي لكن البأس البأس المهم بأن انتي قمت بترجمة الجملة التي أعطيتكم أنا فقط أمزحكم أنا أدعوك للغداء معي في منزلي فزوجتي طبقت ماهرة فقط للاستئناس لأنه لا بأس هناك أيضا أزواج يطبخون ويطبخون جيدا فلما لا بالنسبة للسيدات يعني كان صحيحا أن يكتبوا أيضا صحيحا كنت سأقبلها لأنه عادي أن تكتب سيدة جملة مثل هذه ولكن كترجمة حرفية لجملتنا لا بأس حتى بالنسبة للسيدات أن يكتبوا هذه هي الجملة الصحيحة أظن بأننا تكلمنا عن كل شيء يهم هذه الجملة ورأينا تقريبا مجموعة العبارات الصحيحة يكفي فقط أن ترددوها أكثر من مرة الآن نمر لجملة جديدة وأنا أقول لكم أعتذر عن الغياب وذلك لظروف خارج عن إرادتي وهذا أيضا رسالة أوجهها لكم جميعا يا متتبعي قناة معلم اللغة الفرنسية في الأيام الماضية كنت جد منشغل وأنا أعتذر عن الغياب وذلك لظروف خارج عن إرادتي وأنا أطلب منكم أن تجدوا لي ترجمة صحيحة لهذه الجملة أعتذر عن الغياب وذلك لظروف خارج عن إرادتي أنا أنتظر أجوبتكم بفارغ الصبر ومرة أخرى نعود ونقول لمروان نخل مبروك يا مروان مبروك مشاركاتك رائعة وأسلوبك في كتابة الجمل الجمل بسيط ورائع وغالبا ما يخلو من الأخطاء استمر على هذا المنوال وأنا متأكد بأنك سوف تتقدم في تعلم اللغة الفرنسية على أمل اللقاء بكم مجددا دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء